أحياتي لكم مرة تانية وبمناسبة كلامنا الحقيقة يمكن كنت أتكلم مع ضيفي كابتن أحمد ردوان على مطشو مصر وبالجيكا والمطلوب من ريفيتوريا شكل منتخب في معجلة واحد من الأقوى المنتخبات منتخب بالجيكا يوم الجمعة اللي جاي المباراة طبعا وداية اللي هتصادفها الكويت بيشرفني أن يكون معايا سيد مؤيد شهاب رئيس اللجنة المسؤولة عن تنظيم المباراة من الكويت معايا على التليفون بداية طبعا بشكره على التواصل وأهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي برحب بك في السادسة سيد معيد الله يخليك وأنا كذلك سعيد أن أكون معكم مستد أحمد وطبعا سلامي للكابتن أحمد ردوان اللي غني عن التعريف صلاحا لسه كان بيحكي لي عن ذكرياته في الكويت والمواجهة اللي جمعت بين الأهلي المصري والكويت الكويتي والحفاوة الاستقبال هناك وأنه طبعا وإحنا بنلعب في الكويت كأننا بنلعب في مصر وبين أهلنا وبين ناسنا خاليني أكلم حكا على المباراة واستعدادات اللجنة المنظمة لها إزاي بتشوف التحضير لاستضافة ماتش ومصر وبين جيكا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في البداية أرحب في المستمعين ورحب طبعا أنا أكلمهم من بلدهم الأول ليست الثاني طبعا نفهم الكويت طبعا نسعيدين جدا يعني كلجنة منظمة أن السعود والسعداء أن يعني بيكون أطنقان بالتخب المصر بشغيل يكون في بلده الثاني والأول بنفس الوقت بالنسبة للاستعدادات يعني أنا قاعد أكلمك حاليا وأنا حاليا في الستادرابر الدولي قاعد نحط اللمسات الأخيرة لإستضافة للمنتخبين والاستعدادات يعني على تم يعني يقولك مسوى لكن قاعد إن شاء الله تبطع فيه المباراة في أفضل صورة بالنسبة لطال عمرك يعني بكرة إن شاء الله رح يشرفوننا منتخب مصر الشغيل في الكويت رتبنا معهم ملعب التدريب بالإضافة لغامة والحمد لله يعني قاعدين يعني نبدل كل ما عندنا من قوة لأجل بصراحتهم يعني في بلدهم وإن شاء الله يعني بالمتش راح يكون أنا توقع بي راح يدخل في الصورة جدا ممتازة إن شاء الله مثل ما تفضلت راح المواجهة راح تكون سهلة يعني منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا بالإضافة يملك نجوم كبار بس في الطرف الآخر أخوانا البصريين طبعا إحنا عشمنا فيهم كتير يعني طبعا راح نعذرهم فأتوقع يعني المتش راح يكون استفادة كبيرة إن شاء الله بإذن الله أسألك تسمحي أسألك على الحضور الجماهيري ساعة ملعب المباراة تذاكر مباراة هل ترحت ولا هتطرح خلال الأيام المقبلة وإن كان ممكن برضو نقول للمتابعين حتى يعني الجالية المصرية في الكويت أسعار التذاكر ممكن هتبقى في حدود كام والله يشوف طبعا ساعة الإستاذ خمسة وخمسين ألف متقدر أي وبالنسبة للأسعار التذاكر إحنا بدينا من عشر دينار وعشرين دينار وتصاعديا يعني أتوقع يقول كفتن أحمد لو أنت تقارنها في يعني مستوى المباراة اللي واحتقاها في أي بلد في العالم من توصل التذكرة لأنه تبدأ من 200 ألف دولار احنا حاولنا يعني عملنا 30 دولار إلى 60 دولار لأن يعني نبي أكبر شريحة تحضر المباراة من 200 لألف دولار دي تبقى شامبيونز ليج يعني أو كاس عالم يعني يعني لا 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 يعني أنا واحد من الناس كنت تحضر مباريات في لندن أمثرة عادية شلس في عقا أولا ضد عبرتون يعني والله شليل تذكرة تقريبا 200 دولار فبس بالنهاية احنا اتوقع إن شاء الله يعني يعني فيه اقبال على طرحة التذاكر سيد مؤيد يعني 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 اللي عايز يشتري تذاكر من النهاردة موجودة منافذ ولا بتباع أونلاين أونلاين طبعا أونلاين بتباع أونلاين أونلاين عادة الله موجود في موقع ماتشورد موجود الموضع وكذلك يعني المباراة تحظى في يعني على يعني الاهتمام كبير من المسؤولين في الحكومة الكويتية وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء والوزراء فكل يعني يعني الحدث يطلع في أفضل الصورة إن شاء الله بإذن الله مثل هذه تعتبر أول مباراة دولية ودية تقام على عرض الكويت من سنوات فكل مترقب هذا الحدث فإن شاء الله هذه ما راح تكون المرة الأولى للأقوان منتحة في مصر الشهرية طبعا فإن شاء الله راح تكون كذلك راح تستطيع في مرات جاية إن شاء الله إن شاء الله بث المباراة هل تم الاتفاق على تفاصيله هل هتذاع على قنوات مفتوحة هل تذاع على قنوات مشفرة هل تم الانتهاء إذا كان طبعا من الممكن الإعلان عن القنوات النقلة للمواجهة والله حاليا في موحثات مع كذا غنات شواء من الغاهرة ومن بلجيكا فرح يبين معنا إن شاء الله يوم الثاني إن شاء الله الفاني اللي راح نعلن من القنوات اللي راح تكون ناقلة رسمية إن شاء الله بس أتوقع راح تكون مشفرة يعني غالبا بمناسبة كمان إن إحنا على بعد أيام يعني من استضافة أنا أقول الخليج العربي بقى ليس فقط دولة قطر لأنه أعتقد إنه فيه كتير من الدول ممكن هتكون هتساعد على أقل لوجستيا في فكرة استضافة كاس العالم أو استضافة بعض الجماهير اللي هتكون موجودة هل الكويت هيكون لها دور هتكون في دعم أو في مسندة قطر في استضافة البطولة؟ أكيد يعني على فكرة سيد أحمد هذه المباراة تعتبر هم نوع من الدعم لقوانا القطر أول شيء نتمنى لهم التوفيق وأعتقد قطر فخر للعرب كلنا تنظم حدث تاريخي مثل كاس العالم وأكيد الكويت يعني قلبا وغالبا تدعمها سواء كل جهد يعني سواء سواء دول خليج وحتى لو مصبش غطب يعني أي دولة عربية تنظم حدث كبير مثل كاس العالم أعتقد الكويت دايما تكون سباقة في دعم هذا الهدف صحيح سيد صحيح كل التوفيق شكرا لكم طبعا على استضافة اللقاء شكرا لشعب الكويت الشقيق وحكومة دولة الكويت وطبعا نتمنى أن الجالية المصرية تشرف المنتخب الوطني في حضور المباراة بشكرك شكرا جزيلا سيد مؤيد الشهاب طبعا رئيس اللجنة المنظمة للمباراة اللي هتجمع بين مصر وبنجيك ان شاء الله يوم الجمعة المقبلة